اشتركوا في القناة الصحة والجمال في كل مكان معكم ايمان عزيزة وزي ما احنا متعودين كل يوم سابق من الساعة 10 لسا 11 على الهواء مباشرة وحلقة جديدة من سكة السلامة سكة السلامة النهاردة فقراتنا المعتادة هيكون اول فقرة فقرتنا الاجتماعية واللي هنتكلم فيها عن الحدود والمسافات ما بين الاشخاص ازاي يكون عندي حد الامان ما بين شخص وشخص التاني وكل العلاقات اللي موجودة في حياتنا سواء كان زوج وزوجة سواء كانوا اصدقاء عمل سواء كانوا اصدقاء حتى نادي او اي نوع من انواع العلاقات الانسانية هنتكلم عليها النهاردة باستفادة وهنعرف ازاي نعمل حدود فاصلة وامنة في التعامل فقرتنا الطبية التانية هتكون عن اكتر عضو في جسم الانسان بيخلينا نشوف الدنيا وبيخلينا نشوف الحياة بمنظور مختلف لو هي سليمة هنتكلم النهاردة عن عمليات الليزك ما لها وما عليها وهنتكلم عنها النهاردة باستفادة علشان نقدر نشوف عمليات الليزك دي بتتعامل ازاي وايه مميزتها وايه عيوبها تعالوا بينا نطلع فاصل صغير ونرجع مرة تانية نكمل كلامنا اشتركوا في القناة والصحة مفتاح الجمال والجمال رمز الصحة وقناة الصحة والجمال قناة متخصصة تقدم الحياة من منظور الصحة ومنظور الجمال معا فهي تعنى بالصحة والجمال بشكل تفقيفي وتعليمي وترفيهي وباسلوب علمي مشوك فهي تقدم الوقاية والعلاج والتعريف بالامراض والتعامل معها وهي تسعى لتوفير المعرفة والخدمات للمرضى والاصحة وهي تخدم جميع طوائف الجمهور وتأخذ بأيديهم إلى حياة مليئة بالبهجة والجمال السحة والجمال اتش بي سي ورجعنا لكم بعد الفاصل ومكملين كلامنا وفقرتنا الاجتماعية الأولى وزي ما نوهت لحضراتكم قبل الفاصل هنتكلم فيها عن الحدود الآمنة والمسافات في التعامل ما بين الأشخاص وازاي نقدر نتعامل مع كل الناس اللي حوالينا هيكلمنا عن الحدود الآمنة النهاردة باستفادة دكتور توفيق نروز استشاري الطب النفسي وزميل الجمعية الأمريكية للطب النفسي وعضو الكلية الملكية للأطباء النفسيين نورتنا النهاردة يا دكتور منورك أهلا بيك وأهلا بسادة مشاهدين وبأسرة الصحة وجمال أهلا وسهلا بحضرتك زي ما حضرتك كده سمعت في المقدمة إحنا نتكلم النهاردة عن الحدود والمسافات الآمنة في التعامل ما بين الأشخاص وعايزين بقى أنا حضرتك نستردها بقى كده بالتفصيل ما بين كل أنواع التعاملات ما بين الأشخاص كلها سواء كانوا صحاب سواء كانوا زوج وزوجة سواء كانوا يعني كل التعاملات الموجودة حوالينا فعايز حضرتك من الأول كده تقولني يعني إيه حد الأمان ويعني إيه مسافات فصلة ما بين التعامل بين الأشخاص في الأول طبعا نتكلم عن فيه حاجة اسمها الأول للشخصيات وفيه حاجة اسمها السلوك البشري الشخصية هي مجموعة من الصفات والعادات والتقاليد والمفاهيم والمعتقدات اللي بتحدد السلوك وأفكارنا اللي بتحدد اللي جديد فإحنا لو عندنا ثقافة إن فيه حدود بيني وبين الآخر لو عندنا ثقافة إن فيه خصية ما اخترقهاش زي مثلا على الفيسبوك بتلاقي فيه واحد ما عرفكيش خالص يروح داخل مباشرة على صفحة بتاعتك ويروح كتبلك ده ياريت مثلا كومنته بس اتصال تليفوني على طول بالزبط أممكن نعمل فيديو كول كمان طبعا ده ما فيهش خصية ده اسمها اخترق لخصية الشخص يعني دي على سبيل المسأل عشان حاجة يمكن بتقابل ناس كتيرة فعلا وخصوصا الفيسبوك تحديده وخصوصا الفيسبوك بالفعل يعني وانا على صفحاتي بدأت بالناس بتشك كتير جدا من الحكاية دي لا وبعدين بيزعالي ودكتور جدا يعني انت لو ما ردتش يعني ازاي حدك متكبر انت متكبرة انا ممكن برضو من خلال الشغل من خلال العيادة ومن خلال البرامج اللي بكون ضف فيها وبتشارف بها يعني بحط طرقا بس وقت سعب يعني في ساعات الناس مثلا بيبقى فيه مئة رسالة فمش بعرفة جاب على كل فالناس بتقول لي جاوب جاوب انت لي مش بجاوب انت بتقول لك انت متواضع بلاقي هجوم جاوب ده اختراق للخصية لان انا طبعا عندي حياة وعندي عيادة وعندي حاجة تانية اكيد فده اللي بعرفه بقى حكاية الخصوصية والمسافات يعني انت يعني طبعا كامل احترام لكل اللي بيتابعوني وعلى درسي من فوق الله بس يعني انا يعني اديني مساحة من الحرية من الحاجات الخصية والمسافات والحاجات دي ماينفعش المسافة بينه من الطبيب المعالج وقوله لا جاوبه في اي وقت وفي ناس بتكلم ساعات مكالمة مثلا ساعات 2-4 صباحا حاجة زي كده اه هو دلوقتي وحاسس ان الموضوع بتاعه ارجنت جدا او ملح ان هو يتكلم دلوقتي وانا من الناس اللي بسيبش الموبايل بتاعي عشان فيه طبعا تحيل التوارئ وحالة الانتحار وحالة الادمان وحاجات زي كده فانبسيبش التليفون اللي بسيبه مفتوحة مش بقى فيه الوقان فطبعا دي اسمها الخصية وعدم احترام للمسافات اللي بين الناس ده على مستوى العمل يعني على مستوى الصداقات فيه ناس برضو مثلا واحدة بتكون مثلا متزوجة والتانية مثلا مش متزوجة او مطلقة او اي حاجة ما عندهاش التزامات متزوجة فما بتراعيش برضو حكاية اللي بتروح داخلها مثلا تكون جاية مثلا محافظة والحاجة تروح مبيتة عن صاحبتها طبعا هنا الخصية والمسافات يعني لازم ما هي برضو التانية احنا بنوعها راجعة فكرة كلنا احنا كلنا متربين على نحن نيجعنا في سنة شوية ولما يكون واحدة جاية من مكان تاني كله هو حسن الاستقبال والضياطة بلظهر لكن يا ممكن تقول مثلا اسبوع عند الزوجة دي وهي مثلا جزء موجود فإذا هنا مش بتراعي الأمور الاجتماعية وده بيبقى له عواقب عشان بس بنول الحتة دي يعني برضو هي ما تسمعش الحاجة زي كده لأن المسافة هنا تشالت ولحدود تشالت وفيه طرف تالت في الموضوع الوزوج ويتبقى طبعا قاعد محرج جدا من وجود ديفا غريبة ممكن يبقى فيه برضو يعني يعني نوع طبعا مش وطيف يعني وضع مش مظبوط يعني طبعا وحتى دينيا واخلاقيا لأن احنا ما رعناش في المسافات العلوان الحال انا ما رعناش في المسافات بين الأصدقاء ده بالنسبة يعني قلنا العمل بالنسبة للصدقات طب أنا بالنسبة لي دلوقتي أنا دلوقتي رحت يا دكتور مكان جديد وبشتغل في مكان جديد أنا دخلت وخلاص الناس المحطين بي تعرفت عليهم مفيش فيه بعض الناس بيبقى اسبوع وبتلاقي كل حاجتي الشخصية مع أصدقائي في العمل أو مع زملائي في العمل ازاي اتصرف حاجة زي كده هل ده صح ولا ده غلط وطبعا غلط نقول معلمات خاصة بي في مكان عمل بالذات يعني مكان العمل هو العمل مكان الصدقات الواحد بس أقوله على حاجات ممكن ما أقولش كامل لحد تمام مجال طبعا بين الزوج والزوجة طبعا مفروض تكون فيه شفافية طبعا زوج وزوجة يعني مفروض ما حاجة واحدة وإن كان لها هقول تحفظ بعض الحاجات من مشهورة تتقال فالمفروض أن أنا مثلا أداخل في مجال العمل مش كل معاملات بتتقال يعني ما حتى شارف معاملات كثيرة بعني مثلا أنا ممكن ما حتى شارف مثلا حالة الاجتماعية هي ما حتى شارف حاجات معينة يعني بالضبط فيه حاجات بتبقى خصوصية لازم ما أقول خصوصية طبعا إن مثلا بنتي فين إن حاجات زي كده إن أنا مثلا مسافر أمريكا لأسبوع جاء كلها مش مفروضي تعارف يعني لا والناس بتزعل يا دكتور إن أنا مثلا عندي سفرية مثلا لأمريكا زي ما حضرتك ما بتقول أنت زي ما تليش آآ بالضبط آآ يعني هم أنا مش المفهود أن أقول آآ بالضبط آآ وبعد نصدقى فيه نقطة يعني برضو إحنا العشن من جامعة شباية وإحنا أسترح دبي وراجع فهات لي بقى معك مش عارف إيه وهات لي معك كذا فهل لابس شال وزن زيادة وصرف مبالد الطائل وبعدين ممكن أن أكون أنا يدوبك استفرية دلوقت اقتصاديا يدوبك على قدي وبعدين الكتمنية مهمة جدا للنجاح ويعني اخذوا على أمركم بالحوال استعينوا على قضاء حواليكم بالكتمان آآ فدي نقطة مهمة مش لازم أقول للناس أنا فين بالزبط وأنا بعمل إيه وبكل حاجة لأ فيه ناس بتتكلم مثلا في تليفون وبتقول طب إنت بتعملي إيه دلوقتي يعني مش المفترض أن حضرتك تقراف دل أبعمل إيه دلوقتي فأنا مرة كان ليه صديق وأنا كنت في الأول بشتغل بعض المسجبات الخاصة يعني فكان ليه صديق وحاليا مشهور يعني فكان هيخطب واحدة يعني أنا حتى قلت له ديه حلوة ما تخطبها كنت أنا نسين صغير وقتها 25 سنة وقتها كنسين عمر يعني تمام كنت لسا نايب صغير فبقول له ما تخطبها وكده فقال لي لا أنا مش فكر فيها خالص معين فجأة ليتوا بيدعوني للجواز مش لخطبها منها آه منها هي فقالت له ما قلت لش ليه يا كذا آه فقال لي لا الحاجات دي بتقلش غير من أنه هو كان صعب إذا كنت لا إذا كنت أنا كمان ما رشح حالك يعني آه بالزابط آه فهو قال لي لا الحاجات دي بتقلش عشان بتنظر يعني أو في حاجات برضي يقولك الحسد والكلام ده يعني فقال لي لما يتم الموضوع أنا قلت له بقوة دعايتك وكان أحد الفندق الكبرى يعني بالزبط فتعلمت أنه حاجات طب حضرك التصرف ده صح ولا غلط هو كان برضو ابن الزمالك وكان ابن ناس جدا يعني فهو متربي على كده يعني دي سخفته بالزبط إنه هو مش كل حاجة بيقولها أنا يمكن من نقول لك كنت زمان بقول كل حاجة بس كان في معلمات بتستغلط دي فده بقى بيجي دور التعليم إنه أنا تعلمت من الممارسات اللي أنا عملتها خاطئة بالزبط طبعا فبتديت أرجع فيها وديت برسالتي للحالة النهار ده مش كل حاجة يا ما أتقال ليس كل ما أعرف يقوله خلاسة كمان الصراحة الزي ده في التعامل بالزبط سحاب بيبقى فيها تبجح يعني بتوصل لحد الوقت آه مش مثلا ممكن لقى مسلا وحد لا مش شيك قوي بتاع أقوله أنت ما بتتبعفش لا ما أقولش كده ده يعني أعتقد أنه ده مش من الزوء أو مش من ملائق بالزبط آه واختراك لخصيته برضو يعني أقول مثلا ما تلبس انت ليه بس صح ما أرى تقدر على أصفر مثلا آه يعني ما أوليش دعوية أو فيه ناس بيمطاعون لغة الإنجليزية خطيئة يعني نتيجة تمام ما تعلمش برأة أو حاجة كده بسيبه بس الضبط يعني أو حتى لو هقولها له هقوله بطريقة أقل طف شوية طيب أنا دلوقت يوم ما أكبر استغلت ضد الآخر يعني معلومات بتبقى الساعات كمان بتبقى تقال في العمل أو كده فممكن تتقال مثلا آه طبعا زمناء العمل بقى اللي ما بياخدوا الكلام وينقلوا طبعا لما في دينتي جالك مسلا عادة في قناة أخرى طبعا مع ترامي الكبير طبعا صح جمال مش هقولي طبعا بتقالش إلا ما طيب دي عاد هناك وبعدين بتقولي وبعدك دا بقى مشكوري طبعا القناة جدا المكلام دا ففي حاجة ما بتتقالش أكيد طبعا نبغش عزيزيك والزوجة بقى ده مهم عشان بحيد دل حيط التعافي لو دخلنا على قصة الزوج والزوجة دلوقتي إحنا دلوقتي الموضوع المقاسم شقين المفترض أن حياة الزوجة ساعات الزوج يقول لها أنت حياتك دي كتاب مفتوح قدامي وأهلك كمان بيكونوا كمان حياتهم كتاب مفتوح قدامي وساعات الزوجة برضو تتضايق لو زوجها مش قيلها كل حاجة عن أهله عايزيني عرب بقى الزوج والزوجة يعني ده المفترض فعلا يقولوا كل حاجة ولا برضو فيه حدود لا أنا أنا يعني خلال شغلي كالشارة لقدزة وجهة برضو في العيادة وكده مش كل حاجة قوي هتتقال يعني أنا هقول لتنين حاجة واحدة بس في حاجات مثلا بتخلي الزوجة تشوك مدى الحياة مثلا زي مثلا زي مثلا أتكلم عن مغامرات العطفية قبل الجواز ولا ده أنا قبل معرفك ده يعني لأ وبعدين هي بتخزن فهي تبتدي تخزن فتبتدي تشوف سلوكو مثلا مع واحدة أو جاله تليفون غريب طب ما بعارفة أنه هو كان مقطع السمك وده هو إليها كده نجيز هي اللي تتصل وممكن تكون كده بس أصد يعني ما تقولش مغامراتك العطفية يعني طب ليه تخليها تشوك تزرع الشك بداخلها يعني فده ما بتقالش موضوع مثلا أنك أنت مثلا الوالدة والوالد كبروا في السن أو حاجة زي كده ومعاشهم صغيرة أو حاجة فأنت بتساعدهم بمبلغ ألف جنيه في شر خمسة أي حاجة يعني فممكن ما تقولش نايه بتغير برضا الزوجة شوية بتقولك لأ دي فلوس أنا ودي كده بس إنه في حاجة اسمها بير الوالدين يعني وفي حاجة اسمها أنت ومالك لأبيك بالظبط فحاجات زي كده ممكن ما قولهش قوي يعني يعني وطبعا مع طبعا لازم الصرف أصرف على البيت وقدي الزوج حقاها تاتهم تلت بالظبط يعني آه طبعا يعني ما كونش بورهم أسر أو حوال أوازن ما بين الاثنين ما أسرش خالص في أي علاقات عفكة بيبقى فيها دي من التوازن يعني التوازن فيما يقال فيما لا يقال في إيه اللي أقوله بالظبط إيه اللي مقالولوش بالظبط بيبحتاج برضه جزء من الحكمة يعني مش كلها يمكن البنامج النورة التماعي مش طبي خالص وأنا بحب الحاجة التماعي طميم فمحتاج حكمة محتاج الخبر وتحية محتاج أن أنا زي ما بقول لوقتي مش كل حاجة تقال للزوج يعني مغامرات عطاقية حاجة الأسرة تدخل الأسرة طب استكمالا بقى لكلام الزوج والزوجة وإزاي قدر أقول ما أقولش الأهل بقى لما بيهوا يتدخلوا بالنسبة للزوج والزوجة الأهل يعني الأم بتاعت الزوج لا إنت لازم تقولي على كل حاجة بتحصل وأم الزوجة كمان يعني يوميا التقرير اليومي للزوجة للأم ده صحة ولا غلط يعني أعطاق المغامرات ده وصفة سحرية للطلاق يعني صراحة بالضبط لو عيتها تتطلاق يعني كده لأنه في حاجات يعني داخل غرف النوم أو داخل البيوت أسرار البيوت أسرار ما أمتها أقول لها طبعا حاجة كتير ليه العريضة الأمور العريضة أن أنا مثلا مدام حامل الزوجة حامل أقل حاجات اللي هي تتزعل لو ما قالتش المدرسة اللي هي ابني نجح في السماء العامة الأمور الحياتية اللي هي تتقلل العامة لكن في حاجة تبقى خاصة فيه مثلا بعض الخيفات البسيطة اللي ممكن تتحل داخل البيت لأن تدخل الأسر وتدخل الإين لعظ أو الحمى والحموات يعني ده بيعمل مشاكل أول لأن طبعا أي أم بتحب ابنها وتحب أن يكون فقاست حاجة وبتبقى شايف أنه دايما نصح على طول وساعة العكس يعني بس تدخل الزيت ده بيعمل العديد من الخلافات والمشاكل فنصيحة لأي زوجين لو في خلافات بينكم حلوهمها بعض مش هافين أنتم حلوهمها بعض فيه طبيب ستشعر لحقات زوجية ممكن يحلقوا في سرية تامة يعني بالضبط لو أنا ممكن نلجأ لمتخصص بالفعل ويكون طبعا إحنا بيكون نيوترول جدا أو يعني ما نحكمش على حد ما يكونش أنا متحيز مثلا للراجل لو أنا مثلا دكتور زكر أو العكس اللي بيحصل في الخلافات الزوجية لما توصل للحموات فيه طبعا عاطفة الأم طبعا أكيد مع ابنها الأم أكيد مع بنتها فهنا لما يكون فيه عاطفة أكتر بيبقى الحكم على الأمور خاطئ شوية ويبتدي ممكن موضوع يبلع كمان وتدخل الأصدقاء أسوأ كثير جدا في ناحية الجوازي يعني المفترض في الأول أن أنا فعلا ما أقولش كل حاجة الأهني ومش كل حاجة تحصل بيني وبين زوجي أطلع أرفع سمات التليفون بسرعة ماما حصل كذا 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 الزوج برضو نفس القصة مش كل حاجة تحصل بيني وبين مراتي أن أنا بالفعل روح أقولهم على طول طب ده المتصرف إزاي لو الأهل في الحالة دي زعلوا المفهوض أن أنا أتعامل إزاي كزوجة أو كزوج أن أنا أقول لهم يعشان ما يتعلوش مني فيه دبلوماسية في الكرام طبعا ولازم برضو نقال لهم أن فيه حاجة اسمها الخصية بس مش كلهم فيه عشان ممكن يزعلوا من حيطة لو دخلنا في الخصية بالتعريف لكن احنا بنحاول نجاب شو دبلوماسية بمعنى إيه أن أقول لهم يعني أن فيه حاجات أنا ما خدش بالي أقولها إليك يا ماما ده أنا قادة نسيت كنت أقول لك على حاجة زي كده مرة تانية أو لا لا ده أنا كنت أقول لك عفكة بس ما بتعرفي مش شغل الحياة وأنا عندي نبطشية وعندي مش عارف إيه والعالة تعلمين يعني ما أصطدمش وأقول لا خالص مش من حقك تعرفي لا دي هتعمل خلفات طاعة والأم ما فيش أغلى منها يعني أكيد طبعا فما فيش دعا للصدام خالص لا مع الزوجة ولا مع الأم ولا مع الأصدقاء بأمانة يعني أنا من خبرة الحياة بالضبط لديت أن الصدام مع الآخرين بيخاصة كتير قوي طب بالنسبة للأصدقاء يا دكتور بقى فيه أصدقاء عاديين وفيه حاجة اسمها البيست الفريند أو اللي هما أصدقاء المقربين إزاي يتعامل مع الأصدقاء اللي هما البعاد شوية والأصدقاء اللي هما المفروض بقى عندي صديقة حميمة قوي فأنا يعني ده هل الاتنين التعامل نفس التعامل ولا بقى فيه اختلاف هو يعني أنا مش عايز أكون بس عايز أكون واقعي لازم يكون واقعي معادش قوي فيه بس فريند قوي أنت تخذت بس فريند بنت مع بنت ولا بنت مع الرجل لا بنت مع بنت أو أو تفري يعني بس تغالبا معادش فيه قوي دلوقتي وإن كان فيه بس نادر شوية حكيت البس فريند أو اللي هو الصديق الوافي قوي اللي يهتم على كل أسراري اللي هينضحني على الأقل على الأقل كل شخص عنده يمكن أن أعرف يعني حالة برضو قاتل في العيادة كانت واحدة من يوازة واحد وصحبتها يعني تقريبا بصة لي شوية أنا أسف آه يعني لتبصره نظرة آه بس هيا مقولش طبعا الصرار دي ما أقولش اسمها خالص أكيد طبعا فهي طبعا بدأت أنها تشعر بالضغر منها وبالزعل منها وكده أكيد طبعا وأنا كتنصيحتي بتقوليها هعمل إيه في حالة دي كده قلت لأ يعني حاول تفصلي الموضوع دو مفروض ما تدخلش بيتك طبعا ومفروض في حاجة بس ما المسافات والحيود فهمية كده يعني في حدود بس من غير الصدام برد يعني أقولها مثلا دو يعني أمش فضيين إحنا مشغلين شوية لأ ده هم سافرين كذا كده والمفترض التانية بتحست بعد فترة ده مرة دقيت لهم أزافر معاكم فتا غالبا آه اللي هو معاكم في الحالة بقى دي لازم هنا يعني إيه طبعا فيه نسبة شوية عندهم حاجة غريبة دلوقتي فلا أقولها يعني مش ينفع عشان إحنا عندنا مسامة ما جاية أو بتاع ف يعني لازم بقى فيه وضع حدود وضع مسافيات وده ما يزعلش بسموها برسنس بيس لو أنا أوقف حتى وأنا أوقف في مكان ما يبقاش اللحوالية لازق فيه يعني سواء كان بالفعل أو بالأقوال أو حتى من ناحية الجسد يبقى فيه مساحة من الحرية حتى بين الزوجين برضو طب بالنسبة لأول لأصدقاء قبل ما ننتقل لموضوع الأصدقاء الأصدقاء العاديين اللي هم مثلا أنا صاحبتي في النادي أو صاحبتي مثلا بشوفها في الكافير أو الراجل مثلا بيبقى قاعد مثلا صحابه على القهوة اللهم مش مقربين قوي دول برضو نفس القصة مش مفترض إنهم يعرفوا كل حاجة أو بيعرفوا لغاية فين حدودهم لغاية فين حدودهم لحد الحاجة العامة يعني برضو فيه زي ما قلنا البيت أسرار شوية فمش لازم أقول لهم بقى أن المراتي مغلباني ده ما تحصل كده في المقايي وكده تلاقي كله بشتكي من زوجته وإنه هو بقى أسد في البيت ويروح يبهدلها وبعدين تلاقي في الواقع أنه بعمز القبطة في الآخر يعني بيغاف منها وكده ففيه أمور ما تتقلش لها الخلفات الزوجية الخلفات الزوجية مش مفروض أن أنا أحكي عليها في المقايي خالص مش مكان المقايي مكانها يا أنا والزوجة يا مثلا بدخل حد مصوب فيه قوي أما يكون فيه طبيب نفسي متخلص في اللقاءات الزوجية لكن الخلفات ياريت ما تطلعش بره عشان بتزيد أكتر لأن الناس بتسخن بعضها وبيسخنوا الزوجة على الزوجة وده بيحصل أكيد طمام مشاكل طيب يمكن من برضو كمان العلاقات اللي ممكن تكون موجودة في حياتنا الأب والأم وصاد الولاد يعني المفترض الولاد يكونوا على دراية وكل حاجة بالأمور الحياتية بتاعة الأسرة ولا فيه حاجات ممكن نقدر نخبيها عليهم برضو هو برضو زي المشاكل مثلا أو فيه مشكلة حاصلة اه مشاكل وخلافات مثلا هو بس الواحدة وحصل بقى خلال فتحة الغيرة وبتاعه وطلقني مش عرف إيه الكلام ده مفروض طبعا داخل غرفة مولقة ما يبقى شو دم الأطفال الأولاد يعني وخصونا لو كانوا في سننا مثلا زي 14-15 كيبروا خلاص لوقتي حتى أعتقد ما اللي بروح 15-20 سنين مفهمين كل حاجة أكيد مفهمين وموعين بس يعني بيتأسروا بيتأسروا فممكن الأولاد يناموا وكده وأنا وزوجتي بنتناقش في المشاكل اللي بينا والولاد نايمين وكده وبرده مبقاش في صوت عائلة طبعا في البيت لأن طبعا الأولاد بتأسروا نفسيا بالخلافات اللي بتوصل لهم وكلمة طلقني وكلمة أنت أنت مش عارف كذا وأنا كان يوم مش عارف إيه يوم ما جاوزت وكلام ده فبقى فيه تأسر سالبي ينعكس الولاد لما تسمع فعلا بيناموا تقريبا شبه متضايقين أو ما حاجات سلبية جد لما بتديهم كمان انطبع ساي وبتديهم خبرة سايقة حتى لما تجاوزوا في المستقبل بيتأسروا بما حدث أثناء طفولتهم لما شافوا الأب والأم لهم بتزبلهم المثل الشفو أو المثل العشوي بالضبط طيب أنا دلوقتي برضو عندي علاقة بها أخيرة عايز أسأل عليها علاقة الأشخاص بالمديرين بتوعهم أو رؤسائهم برضو ببقى فيه نوع من أنواع التجاوز أحيانا وفيه نوع من أنواع أن أنا خلاص بفتح حياتي الشخصية فبيبقى برضو ساعات بيتاخد ضدي أحيانا هل ده برضو من الضروري أو من الصح أن أنا مثلا عايز أخذ أجازة فأنا لازم أروح أحكي حاجة مشكلة عندي عشان يرضى يديني مثلا الأجازة فهل ده صح أم لا غلط حسب الموقف الكنتكس هو اللي بيحدد أو المحتوى بتاع الحدث المحتوى بتاع الحدث بمعنى إيه أنا فهنافر أنا قريب من رئيس العمل المزيد بتاعي والعلاقة جيدة جدا ممكن أن أسمع بحاجات شخصية فهنافر تعلقه متوترة جدا أكيد طبعا لو ما حاجة شخصية كده يرفض الأجازة فهنا بيعتمد على حكم على الأمور يعني الجاج من المتاعين الحكم على الأمور ماشي إزاي ومن خلاله بقوله وعلاقة بيه كمان لكن يفضل برضو ما قلوش أنا بس أنا عايز أجازة وليه رسيد أجازات أسبوع مثلا لأ أور 3 ام أجازة ما قلوش بقى لي أنا تسمح سيادتك بس وطبعا للزوء بحلو قوي ودب المسايا في الحوار واللباقة والكاس يعني حضرك سيادتك بس معني بجلسة 3 ايام أكون شاكر حضرك بزبط يعني مجرد أن أنا أقوله أنا عندي ظروف يعني وكده بس ما فيش طيب إيه ظروفك إيه طيب سعاد أتي إلحاح إن أنا أعرف إيه ظروف إيه طب راح فيه مسافر فين طب عشان أجيب لك عرض حلو في شرم الشيخ حاجات زي كده بالضبط آه بيبدأ كله أنا في الخصية بقى هتقوله ما أنت فنعرف المسافر مع جوزك شرم الشيخ في المكان الفولاني هو جايبه كمان المكان لا وإيه 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 بقى أنت معك فلوس ده دي بقى مشكلة تانية بقى تتطور أنت معك فلوس بالضبط وبعدين كمان ممكن الزوج الزوج بيزعل برضو لما أن ليه لو هو المدير الراجل فانت ليه قلت له رحي شرم الشيخ وليه لو تلبه هو اللي حاجزه فيبطيدي الشك بزرط آه فيبطيدي آه طب ليه طب شمعنا فإنه أنا هكلمه بسرعة عامة خالص وبدلما سيكده حضرك أوسياتك يعني يوافع الأجازة ديات ولو تسمح هكون شكل قوي بتاع دي والله في الظروف أنا محتاجة بس يومين أريحهم شوية عشان أرجع فريش للشغل وده بيحسن جولة العمل بالضبط طب أنا عايزة بنحضرتك بقى كده في الآخر رشدتة سريعة لازاي نعمل حدود ومسافات أمينة بيننا وبين الأشخاص عموما واحد اتنين تلاتة أتصرف ازاي أول حاجة محتاجين يا جماعة اللباقة والكياسة في الحديث مع الآخرين محتاجين حاجة اسمها Assertive Communication أو التواصل الجيد إن أنا أقول وجهة نظري وحط حدود ومسافات في العلاقة بصورة غير مباشرة ولكن بصورة واضحة ومقبولة ومهذبة بالضبط فلازم اللي قدامي عارف إن أنا حدودي كده في التعامل إنك ما تجيش متى الساعة 12 بالليل مغير مرستازن بالضبط إنك ما تجيش تبايت عندي في البيت إلا لما تعرف ظروف هنا إيه يبه في حدود ومسافات في العلاقة الموضوع الخصية برضو إنك إنت ما تدخلش علي على فيسبوك وتعمل لي فيديو كول مثلا وإنت ما ترفنيش يعني أو مثلا ما تكلمش طبعا تبعت فريند ريكوست واحدة تبعت فريند ريكوست مثلا طلب صداقة لجزها طبعا هنا ما فيش خصية طبعا ده جزي يعني بالضبط أو المراتي مثلا لقي واحد صاحب بقعت لمراتي طلب صداقة في حاجة مش مظبوطة يعني إنت داخل ليه دا لازم أعجله الكلام بس بدو يعني إنت ليه بقعت حاجة كده وبتاع وقولها هي نفسها ما تقبلش طلب الصداقة بالضبط فالرسالة مشاهدين رأوا يا جماعة على الماسفات بين بعضكم ما تدخلوش حد بين الزوج والزوجة بينكم طرف ثالث حاولوا إن كنت تحترم خصية الآخرين وإن إحنا نفوت لبعض ونحب بعض وده يكون رسالة البرنامج أتمنى تكون رسالة قطيفة أنا بشكر حضرتك جدا دكتور توفيق نروز استشارة طب النفسي وزميل الجماعية الأمريكية للطب النفسي وعضو الكولية الملكية للطباء النفسيين حضرتك نورتيني النهاردة يا دكتور أبنورك وبشكرك قوي واتحاية السلام شاهدين مرسي جدا لحضرتك في نهاية الفقرة بنقول إن الحدود والمسافات الأمنة في التعامل بين الأشخاص لابد أن تكون موجودة مبين كل شخص في التاني في التعامل بتاعه ما ينفعش أكون أنا جرحى الخصوصيات جاري ما كونش أكون أنا كمان جرحى الخصوصيات زميلي أو زملتي في الشغل ما أسألش عن أحاجات ممكن يعني أسمع رد ما يجبنيش يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء أنتم دا لكم تسوقكم يعني أكون لطيف في التعامل ودي دايما الحرية الشخصية للأدامي إنه هو يقول الحاجة اللي هو عايز يقولها لو ما أقلش يبقى ده ستره وما ينفعش من أنا أكشفه علشان نوصل بعلاقات سليمة وأمنة تعالوا بنا نطلع فاصل صغير ونرجع نكمل الكلام